ننقش الـ 21 عام من حياة جوجل بالدقائق القليلة مع ضيفنا من بيروت الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني أستاذ أيمن أهلا بك معنا دائما في التاسع عامل سكاي نيوز عربية بدأت التقرير بسؤالي ما الذي غيره جوجل في حياتنا الشباب هم في الستوديو يقولون غير حياتنا كلها هل توافق؟ هل مؤسسة جوجل يبتعني كثير لمليارات لأشخاص يلي على الانترنت يعني إذا الشخص اليوم كان أول نهار لالو على الانترنت أو إذا كان صغير بالمدرسة أو كبير كل العالم أول شغلي بيعنوه على الانترنت بيستعملوا البحث على جوجل ليسرى للمعلومات اللي بيحتجوا ويلي بيلفت النظر إذا نحكي تاريخيا كجوجل وين كانت وين صارت لما بلشوا فيها الشباب من 21 سنة كان فيه غيرهم بالسوق كثير يعني فيه عشرات كان غيرهم وحتى بأول كم سنة كانوا هن مستعدين يبيعوا جوجل بمليون دولار فقط لا ياهو مليون دولار وياهو قالت بوقتها منا مستعدين وبعد عشر سنين كمان كانت معروضة البيع بخمسة مليارات دولار كمان نرفضت كل هؤلاء المأسسات اللي قالت نحن مش لقلنا جوجل وحتى لو كانت بسعر رخيص اليوم بطلت موجودة وجوجل موجودة اليوم فوق 142 لماذا أيمن برأيك بوقتها لم تقبل أو رفضت يعني لم يكن يتوقع هذا النجاح لهذه المنصة برأيك؟ لأنه أول الانترنت عم نحكي يعني أول الانترنت التجاري اللي أكتريتنا بنعرفه كنا من 96 و 97 و 98 كان الهدف فيه كان أنه نروح على صفحات ونقضي وقت عليها يعني كان مثلا مؤسسة ياهو ريادية وقتها كان المعلومات اللي بنشوفها كمضمون وصور عم بتكون على صفحة ياهو جوجل كان عكسة تماما كان جوجل هدفها أنه نقضي سواني بسيطة على موقع جوجل وننتجه على محل تاني فالمؤسسات قالوا لأ نحنا اتجاه جوجل نحنا ما بنوافقه بدنا نستجل عنا وتضل عنا فلأنه جوجل عنده كان هذا الاتجاه قدرت تتميز عن حاله وكمان يلي بيلفت النظر أنه جوجل كل موظفينا أول كم سنة كانوا كلهم عندهم دكتورات برياضيات والفيزياء وغير مواد يعني كان تركيزهم على محرك البحث يكون فعال وماكن وبعده لأهلأ يعني هو المحرك البحث الأساسي طبعا تلحال جوجل تجاوزت بمراحل كبيرة يعني عمارقة محركات البحث وهي بالطليعة اليوم لكن السؤال اللي يطرح دائما أيمن عندما نتحدث عن منصة تقدم هذا الكم الهائل من المعلومات المصدقية اللي بتقدمها جوجل يعني أنا اليوم بحصل على معلومة بجوجل هل المعلومة صالحة مئة في المئة حقيقية مئة في المئة يعني اليوم جامعات العالم تركز على هذه المنصة كم هي هذه المعلومات الصحيحة فينا نحدد؟ سؤالك شون طالبي محله لأنه بالنتيج بس نفتش نحن بالمحرك البحث بجوجل في عنا ثلاثة أنواع في عنا المعلومات الصحيحة عنا المعلومات الزائفة وعنا المعلومات اللي نوصلها عن طريق الدفع مدفوعة بتكون لأن في كين مؤسسات هي ما دخولها لجوجل اليوم بس نحكي 140 مليار أكترياتها جاية من مردود دعاء المؤسساتي اللي بدلها ما نحنا نبحث عن موضوع معين تكون موجودة على أول صفحة وفوق فوق بأول صفحات جوجل فجوجل عم تميز بيناتهم لما يكون فيه مردود دعائي عم توضح بالألوان و بالكتابة أنه هيدا مدفوع غير يلي هي كمحرك بحث أساسي عم طاعة النتيجة من شاء الله كمعلومات المزيفة أو منا الصحيحة يلي عم يقدر جوجل يعمله بس عم ياخد وقت تقنيا لحتى يكون في هالمردود هون بيشوف النتائج من غير ناس وكيف عم تتفاعل مع هيدا المضمون عم يبين معهم أنه هيدا المعلومات منا كثيرا عم تكون صحيحة مثل غيرها فما عم تخريها تكون عم موجودة بالنتائج الأولية بتكون موجودة بالصفحات لجوة يلي الناس كلها أصعب شوي تفوت له هيدا الصفحات لجوة فبتخفف عليها أيمن هل يمكن توقع مستقبل هذه المنصة برأيك بطريقة سهلة هل يمكن لأي منصة أخرى أن تظهر اليوم وأن تحل مكان جوجل؟ هلأ جوجل يعني عم يميزها عن غير مؤسسات أنه عم يقدروا يطوروا حالهم بحالهم يعني خرائط جوجل جوجل مابس اللي نستعملها نحن اليوم أول ما عملتها كل شي في مؤسسات حتى من ضمن جوجل يقولون يعني شو فوتنا على هيدا المصلحة وبعيب عاد نحن عنا هون هلأ اليوم نحنا كثير من تليفونياتنا الموجودة بل نوصل من محل محل عم نستعمل خرائط جوجل حتى نوصلها كمان كجيميل كبريد إلكتروني أول ما فاتوا فيها كمان في ناس من ضمن المؤسسات ومن خرجها كمان فعم تقدر تطور حاله ويلي عم يساعدها هو عندها كمية هائلة من الناس المتخصصين من كذا بلد ومن كذا علمي اللي عم يقدر يطوروا فيها ومردودة الهائلة عم يسمح ليكون فيه عندها طرق تجربة لتقدر انها تتحسن وتتحرك حالها وكمان الإدارة تبعية جوجل فيها عندهم كان كم سنة لورها من شي ست سبع سنين عندهم كان ضعف شوي إداريا غيروا بكم موضوع ورجعنا شفنا انه جوجل مؤسسات عن التطور حاله فهني بيهموا كثير يكون هني موجودين على فترة طويلة لأداء شكرا جزيلا لمشاركة الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني من بيروت